كما شهد سلاح البحرية الملكي البحريني بحضور اللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني افتتاح الدورة الأولى للمتطوعين حيث تم الاعداد الجيد لهذه الدورة من خلال تجهيز القاعات الدراسية وتوفير كافة احتياجات ومساعدات التدريس وانتقاء أفضل المدربين قوة رديفة لقوة دفاع البحرين تعمل بكل لهفة وشوق لخدمة مملكة البحرين فهاهم المتطوعون اثبتوا خلال التحاقهم بالقوة الاحتياطية الاولى لقوة دفاع البحرين وطنيتهم واخلاصهم تطوعا لخدمة هذا الوطن الحبيب وجسدوا اروع الامثلة في العطاء والاخلاص فتراهم حاملين على عاتقهم حماية الوطن والمحافظة على امنه واستقراره والذود عن حياظه في مقدمة اولوياتهم طبعا البدارية انا شفت الاعلان عن طريق الشريط الاخباري انه تم افتتاح حق التطوع وهذا شي دافع داخلي من الداخل انك تبي تقدم شي حق هالوطن فدشلنا على الانك وحمد لله قدمت البيانات كلها وبعد فترة تم الاتصال فيني الحمد لله بالعناق عندك مقابلة الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن فالحمد لله تقدمت وكانت الامو طيبة وسهلة الحمد لله بالعالم من قدمنا وراغنا وفي المقابلة ولما طبعا تم استدعانا طبعا هذي بعد كانت قمة الفارحة لنا ان احنا يعني نأخدم وطننا وندافع عننا حبيت اشكر قوة دفاع البحرين على هالفرصة اللي خلونا نجرب الحياة العسكرية وخلونا ان نقدم له شي بسيط لمملكتنا الحبيبة ان نقدم لها ما قدرنا نقدم لها من قبل لكن الحين نقدر نقدم لها بانتصاب لقوة دفاع البحرين والصراحة كان جراءات سهلة وما كان مصعب علينا ان ندخل في هذي المجال وبعد كان في جراءات صحية كان موجودة بالنسبة حق التطوع في قوة دفاع البحرين قوة دفاع البحرين تعتبر مدرسة من المدارس اللي ممكن تتعلم منها خدمة الوطن والولاء لسيدي صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة بالنسبة حق اول محاضرة خذناها خذناها بخصوص تاريخ قوة دفاع البحرين من تاريخ التعسيس ومشاركات اللي شاركوا فيها من مشاركات انسانية ودعم السلم الفخر والاعتزاز هو لسان حال متطوع القوة الاحتياطية الاولى لقوة دفاع البحرين كل من قابلتهم كاميرا مركز الاخبار اكدوا ان هذا النداء نابع من روح المسئولية والوقوف مع الوطن في وجه المخاطر الشرف الكبير ان انا اضحي اغلى ما املك يعني والانسان اغلى ما يملك نفسه فهذه يعني ارخص ما اقدم لمملكة البحرين في هذا الوقت اللي هي يعني دعت او احتاجت لمثل هذه القوات فان شاء الله احنا نكون خير من يمثل هذه القوات الاحتياطية في هذا الوقت اول دافع طبعا هو الدين قول الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتهم من قوة ومن رباط الخيط ثم حديث ربه وسلم ومن قتل دون ارضه فهو شهيد فهذه اول وازع ديني يخليني ان انا ايه وهذه الحمد لله انها صارت لنا فرصة ان ننبادر وندافع ونكون قوة قوة قصدنا بس قوة احتياطية نكون ان شاء الله في الواجهة بالخط الامامي في الدفاع ان شاء الله وهذه اللي نتمنى هذه مستحقة منه البلد اعطاننا والقيادة اعطتنا الكثير وهذه جزء من البسيط اللي ندر يعني ان نبادر به ونقدم دولتنا وبلتنا منه خدمة الوطن شرف لا يعلوه شرف واحنا طبعا نقوم بعملنا كمواطنين بحرينيين هذه الشيء بالعكس جسد عندنا روح الانتماء وروح المواطنة وهذه واجبنا تجاه وطننا طبعا احنا مستعدين في اي لاحظة لخدمة البحرين انا عسكري قبل لا اكون لابس البادلة عسكري في ديرتي عسكري احمي ديرتي في اي مكان ومو بخسارة لو هديت روح البحرين هذه القيم النبيلة والجاهزية العالية قيم تجذرت لدى المتطوعون وتأصلت في ضمير ابناء البحرين منذ عقود حيث تراهم حاملين على عاتقهم القيمة الاصيلة التي تربوا عليها وتعلموها فمملكة البحرين تؤكد دائما ثقافة العمل التطوعي في تعزيز التنمية المستدامة وتكوين قاعدة رئيسية للمتطوعين لتأهيلهم لمساندة جهود الاستجابة الوطنية في حالة الازمات للحفاظ على المكتسبات والارواح فهنيئا لمن اختار رحلة العمل التطوعي طريقا لخدمة هذا الوطن ملحمة وطنية تطوعية ومثالا حيا للرابط القوي بين التطوع وحب الوطن ينشكل الصورة الحقيقية للمجتمع البحريني من خلال تلبيتهم لنداء الوطن بالتحاق هؤلاء المتطوعين بالقوة الاحتياطية لقوة دفاع البحرين رالنايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين